أهلا بكم مرة تانية خرج منذ أيام التقرير السنوي للخارجية الأمريكية فيما يخص حقوق الإنسان في العالم وده تقرير بيصدر سنويا حالة حقوق الإنسان في كل دول العالم بتخرجه الخارجية الأمريكية جاء تصنيف مصر في ترتيب متقدم جدا فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الخارجية المصرية ردت على هذا التقرير ببيان قوي وصفته أنه بيان مسيس وغير موضوعي عن تفاصيل هذا البيان وحالة حقوق الإنسان في مصر وتقرير الخارجية الأمريكية حيدور حوارنا دلوقتي مع المحامي الأستاذ أسعد هيكل نارك سعيد نهارك سعيد ونهار مصر دايما يكون سعيد بداية هل حضرية تطلعت على تقرير الخارجية الأمريكية فيما يخص حول الإنسان في مصر؟ هو طبعا التقرير لم ينشر يعني التقرير كان عبارة أو أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري واستعرض بعض البنود الهمة فيه من وجهة نظر طبعا للأمريكان لكن هنا في مصر كانت عملية تعقبات من الجهات المعنية المتصفة بالتحديد وزارة الخارجية المصرية بعض تصرحات الأخرى على بعض النقاط لكن تقرير ينشر لم ينشر في مصر يعني هو الأسف طبعا دي عندنا نوع من فيش تدفق معلومات ما فيش إعلان عن معلومات موجودة هنا في مصر بشكل صحيح وده أحد أوجه القصور في الحياة يعني عشان نتكلم في التقرير هناخد مما أعلن عنه فقط لكن التقرير نفسه لم ينشر هنا الجوانب اللي هم رصدوها في التقرير ده قبل ما نقيم أساسا أحقيتهم في ذلك الجوانب دي بتتعمحور حول إيه يعني شوفي هي طبعا أمريكا دولة عظمة ودولة قوية مش عايزين يعني نتناول مسألة من أن الأمريكان والسيطرة وأنهم أعداء وأنهم كل ده أقام موجود أنهم عندهم انتهاك لحوق إنسان في أكتر من مكان في العالم أثناء حرابهم سواء كان في أفغانستان أو في العراق أو ما إلى ذلك لكن نحن نتناول مسألة من الجانب الإيجابي لها هذه دولة قوية تعنى بحالة حول إنسان في العالم والتقرير شمل حوالي 200 دولة على مستوى العالم التقرير هنا تقييم أمريكا لهذه الحالة بالتأكيد بتنظر من خلال مصالحها كدولة مش من خلال مصالح نحن أو من خلال مصالح أي دولة أخرى يعني هو أفغانك كما وصفته وزارة الخارجية العربية تشوفوا أنه هو تقرير مسيس؟ هل بيختلف التقرير؟ هل هو تقرير مهني؟ ولا هو تقرير بيختلف حسب علاقة الولايات المتحدة بالدول الدول في أوان مختلفة يعني في أوقات مختلفة؟ هو التقرير خارج منين؟ التقرير خارج من وزارة الخارجية الأمريكية مصادر معلومات التقرير مجمعة من خلال السفارات الأمريكية في العالم من ضمنها السفارة الأمريكية هنا في مصر وبالتالي التقرير مش هيوصف بأنه تقرير حقوقي أو صادر من منظمة حقوقية بقدر طبعا ما هيطفى عليه جانب السياسي حتى أن اللي أعلن هذا التقرير هو وزير الخارجية الأمريكي وطبعا هنا التقرير في المقام الأول هو يعني أو أهميته تكمن في أنه يصب في صالح الإدارة الأمريكية مش في صالح الدول اللي بينتقدها هذا التقرير وإن كان طبعا جانب حول إنسان في الدول اللي هو تحدث عنها بالفعل فيه سلبيات كتير جدا على مستوى حول إنسان اليوم تكلموا عن سوريا تكلموا عن الوضع في مصر تكلموا عن الوضع في تركيا تكلموا عن الصين على أكتر من دولة من دول العالم وفيه أكتر من دولة برضو من الدول اللي هم خرجوا تقارير فيها هذه الحقيقة خرجت برضو بيانات شجب للتدخل الأمريكي في شؤونها وإنه مثلا يعني لسه أريان الصين مثلا قالت أنه فيه انتهاء لحقوق الإنسان أصلا في الوقت المتحدة ومنها حالات التجسس الإلكتروني الكبيرة اللي كانت فضاء أحياني في الفترة السابقة أه طبعا يعني الصين برضو باعتبارها دولة عظمة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها أنها ترد على مثل هذه التقارير لكن في الجانب اللي نحن كمصر أولا لازم نفهم أن كل دولة تدفع عن مصالحها الخاصة بها التقارير لما يخرج من نصات الخارجية الأمريكية بيوجه بعد ذلك إلى إدارة الكونجرس الأمريكي اللي على ضوء هذا التقارير وما ورد فيه هناك قوانين سواء خاصة مثلا بالمعونة أو برصد حالة حول الإنسان بتضع معلومات أمام النواب الأمريكيين عشان يستطلعوا عندهم رؤية جيدة لحالة حول الإنسان في الدول المعنية أو التي تهم أمريكا هنا نحن بقى في المقابل إحنا بنعمل إيه؟ ما هو ده السؤال ده الأهم يعني حريك بتقول أنه هو التقارير ده بيخرج من الخارجية الأمريكية حتى تحدد علاقتها بالدول الأخرى على أساسها بما فيها المعونات لذب فده تقارير طبعا مسيس خلينا نشوف أصلا هل ما يحدث في مصر يعني بعيدا عن اللي احنا فيه عندها رغبة كبيرة خاصة بعد 36 في حالة الاستقلال الوطني والقرار استقلال القرار المصري وفيما إلى ذلك هل ده معناه اللي احنا نحط راسنا في الرمل وندفن راسنا في الرمل ولا احنا برضو نواجه الأخطاء اللي موجودة داخليا يعني المجلس مثلا القومي لحقوق الإنسان هل بيؤدي دوره على أكمل وجه ولا لا؟ يعني بصالف النظر عن إذا كان التأريد خارج من الإدارة الأمريكية أو خارج من غيرها في الحقيقة من الجهات المعنية بحول إنسان لكن إذا إحنا رجعنا للرصد حالة حول إنسان في مصر هنا في الحقيقة أقل لما توصف أنها حالة متردية مش حاليا الحالة متردية بها لها فترة طويلة من الزمن حسب القناعات كل واحد مننا لكن أنا عن نفسي أرى أنها بقالها أكثر من 60-70 سنة الحالة في مصر متردية حالة حول إنسان في مصر بصفة بصفة عامة ولذلك علينا أن نقيم حالتنا وفي الحقيقة تقييم حالة حول إنسان بطول مؤشر لمدى تقدم الدولة ومدى تخلفها ولو حالة حول إنسان في مصر المتقدم كانت شئمة صورة الصورة قامت في المقام الأول من أجل الحرية ومن أجل القرامة والإنسان هو أهم ما خلق الله سبحانه وتعالى نعم نمتيجة تكلمة عن حالة حول إنسان أو حول إنسان وحراته بشكل عام تبقى مسألة حساسة قوي خاصة في ظل وجود بعض المؤسرات التي تؤثر سلبا في هذه الحالة تحديدا في أجواء الحروب أو في أجواء مقاومة الإرهاب يعني نضرب مثل تقريبي حينما تحدث عمليات إرهابية حوادث تفجير حوادث اغتيال أولي الحق في الحياة وسلامة الجسد ده أهم حول إنسان كل إنسان من حق أنه يعيش بشكل آمن دون أن يتعرض للتعذيب أو دون أن يتعرض للقتل الإنسان بقى كإنسان ما ينصنفش يعني إذا كان مسلم إذا كان مسيحي إذا كان عامل إذا كان ظابط إذا كان له فكر أيديولوجي معين نحن ننظر الإنسان كإنسان في بعض الحوادث العمر بتعرض لها مصر حليل حوادث إرهابية حوادث تفجيرات في ضحايا كتير بيسقطوا وهنا لحظي أن هذا الأمر بيبقى مش من جانب السلطة لنفوض لهم من جانب فصيل محسوب على الشعب يعني ناس سواء كانت جماعات إرهابية متطرفة أو جماعات تكفرية أو مجزانة كليب بتحدث ذلك لما تيجي تكلمة بقى في عمر في السلطة أو في مراسات السلطة في ظل هذه الأجواء بيبقى الأمر شائك شوية شائك في أنك أنت تضقيقي في حالة حقوق الإنسان في مصر هي الخارجية المصرية قالت في بيانها أيضا أن مصر بتعيش حالة من حرب على الإرهاب فالتقرير بتعال الخارجية الأمريكية لازم يضع في اعتباره وهو بيكتبوا إذا كان لهم الحق أساسا أن مصر بتعيش حالة استثنائية هل حتى لو مصر بتعيش حالة استثنائية قالت أشهد مصر مثلا حالاتها تقلع شوائي لناس مثلا نهاجاتي قل لي أيه برضو الحالات اللي موجودة من التجاوزات علشان نرصدها برضو بصرف نظر على التقرير الأمريكي مش أغزم منه ولا اعتماد عليه إحنا بنتكلم على رصد حالة حقوق الإنسان في مصر بصفة علم تحافظ الأول أن إحنا عندنا المفروض جهات معنية بحالة حقوق الإنسان للأسف لا تعمل على هذه الحالة بشكل جيد حدد منها على وجه الخصوص المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمة شبه حكومية ولها ميزانية من الدولة وأيضا بيحصل على معونات هيرجية عينه يعني لك أنت أعلم أننا إذا كانت أمريكا بقى أصدار التقرير وهذه دولة تبعد عننا ألاف الأميال إحنا هنا في مصر ما عندناش تقرير لحالة حقوق الإنسان يعني لم يصدر تقرير عن المجلس القومي محدش يقول بقى الظروف اللي مرت بها مصر إن المجلس موجود لكن هو مستمر في أن تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر عن عام 2013 هو اللي قاله اللي أعلنه أكتر من مرة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه بيجري تحقيقات فيما يخص كل الأحداث اللي حصلت فيما بعد 36 فيما يخص حقوق الإنسان التحقيق لم يصدر يعني لم ينتهي أعتقد ولم يصدر حتى الآن ولسه ما نعرفش أي حاجة يعني أنا أعتقد أنه يعني المفروض هو ده المعني بالموضوع المعني حتى لتقييم الزات وتصويب الزات كمان والله أنا أعتبر ده نوع من الضجيج بلد طحيل يعني فيصة كده بالبلد على الفاضي ما فيش أي انتاج فيه أنا أقول طبعا إحنا بنستبعد تقرير حقوق حقوق الإنسان الصدر على الخريجية الأمريكية إحنا بنتكلم خلاص ولكن إحنا بنتكلم على الوضع التقييم هنا حالة حقوق الإنسان في مصر هنا بصفحة عشان خاطر نقدر أن نتقدم خطوة للأمام على هذا الصعيد فيه انتهاكات في مصر من إيه الجوانب بقى اللي فيها الانتهاكات دي يعني إذا أخذنا التلاث سنين اللي فاتوا جملة كده مع بعض عشان لما نقيم الحالة ما نبقاش متأسرين بالوضع السياسي فيه أقصر من نظام تغير وتبادل الحكم في مصر خير فضل فعشان ما ننظرش الحالة بمنظور سياسي بننظر الله بشكل متجرد بنقول أن على مدار التلاث سنين اللي فاتوا تعرض الكثير من الفعال المصريين وخاصة الشباب فيهم مثلا في فترة بعد تناحي مبرك حصل عندنا حالة محاكمات عسكرية حالة مدني المحاكمات العسكرية يقدروا بالألاف أتذكر البيان اللي كان أصدره القضاء العسكري نفسه تحدث عن رقم كبير 14 ألف شاب حكومه القضاء العسكري بالإضافة طبعا لكشوف العزرية أو انتهاك عزرية الفتيات داخل السجون العسكرية وما يلزل أيضا في مجال التعذيب لعل أشهر حالتين كان عندنا وكان بسبب أحد أسباب اللي انطلقت الصورة بسببهم كان حالة خالد سعيد الشاب اللي هو من إسكندرية اللي تعرض التعذيب أستقل قبض عليه وتب قتله وأيضا سيد بلال وهو أيضا من إسكندرية وكان من جماعة بالمناسبة يعني تنتمي إلى السلفين على معتقد دي كانت أشهر حالات لازالت بقى حالات هذه الانتهاكات قائمة بشكل متبين يعني حاليا أما فيش محاكمات عسكرية حاليا لكن في بعض الحالات يعني مثلا في حق الدفاع وحق الدفاع وحق التقاضي المحاومين بيتعرضوا لمضايقات أثناء حضرهم التحقات في عمليات قبضة عشوائي بتحدث أثناء المظاهرات فيه ادعاءات بوجود تعذيب في أماكن الاحتجاز والأقسام ده حسب شهادات بعض المحتجزين من النشطاء اللي خرجت للإعلام من فترة وعقبها أن المجلس القومي الحقوق الإنسان بعد بعثة لهذه السجون للتحقق من الوضع ففيه حاجات اكتشفون هي غير حقيقية وحاجات اكتشفون هي حقيقية أو لا يزال التحقيق الجاري يعني وضع حالة السجناء في مصر بصفة عامة وضع سيء أولا نحن عندنا السجون لك أنت أعلمي أنه كان قبل 52 على معتقد كانت تتبع وزارة الشؤون الاجتماعي السجون في مصر عموما ودي من المفارقات يعني أنت بتعمل صورات المفروض بتتقدم بحالة حقوق الإنسان ضمن مكوناتها الرعاية الصحيحة للسجناء بحيث يصبح السجن فعلا دار تهزيب وإصلاح ورعاية مش دار تخريج مجرمين أو دار الاعتداء على سلامة الإنسان وتعذيبه وانتهاك كرمته وانتهاك عرضه داخل السجون بالتأكيد فيه شكاوة وردت لنا كثيرة جدا أيضا عملية يعني الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي حبس الاحتياطي مش عقاب الحبس الاحتياطي ومفروض إجراء بتتخذ النيابة العامة في سبيل الوصول للحقيقة ولكن الفترة الأخيرة شاهدت تزايد في استخدام هذا الإجراء وصلت إلى حد التعسف ولعلنا حتى نتذكر مش هنزايد بقى على رئيس الجمهورية المؤقت اللي خرج ونشهد أن تراجع النيابة العامة حالات الحبس الاحتياطي خاصة بالنسبة للطلبة والاعتقالات هو ألي أعتقالات؟ هو كان رئيس الجمهورية ولا أين؟ هو في الحقيقة قال كده وانا هتتفق معاه لأننا إذا تجاوز الحبس الاحتياطي حدوده القانونية هينقالب إلى إجراء إقابته ويسمى أعتقال تجاوزا لكن كدقة لفظي لفظي ليس دقيق من ناحية القانونية لأن الاعتقال بيطبق في حالة إعلان حالة الطوارئ إذا أعلنت حالة الطوارئ وطبق قانون الطوارئ بيصبحنا الاعتقال إجراء إداري باتخذ وزير الدخل مش إجراء قضائي لو يكون إجراء قضائي بنسلم قبط مرتبط بحالة الطوارئ ليه غير متوفرة الآن ليه غير متحققة الآن فهو كان اللفظ غير دقيق من ناحية القانونية لكن توصيف الوقيع صحيح بالإضافة طبعا للقبض على أحداث دول السن عندنا برضو في العاية والصحفيين يعني القبض الصحفيين خرجت كذا مرة وأدانة اعتقال الصحفيين وإصابة الصحفيين وفي عدد من الصحفيين كمان قتلوا في الأحداث بس أنا عايز أقول حاجة عشان نبقى منصفين إحنا في ظرف استثنائي غير طبيعي يعني نتكلمش عن حالة حول الإنسان في ظروف طبيعية إحنا عندنا صورة انطلقت 25 يناير حصل نوع من الإفراد في استخدام القوة في موجهة هذه الصورة مارد مرحلة أخرى في 30 يوليو ردت عليها الفصائل اللي هي تنتمي الجماعة الإخوان المسلمين بالعنف يعني خليني مثلا أقول وضع تخييري عشان نشوف حالة حول الإنسان لو تخييرنا أن جماعة الإخوان والجماعات المناصرة لا لم تتخذ بقى من العنف سبيل ولم نستمع إلى من يقول إذا عاد ما يسمى بعودة الشرعية ستتوقف العامات الإرهابية في سيناء وماذا ماذا لو لم يحدث ذلك ولا فعل هذا الرئيس المعزول مثلما فعل الملك فاروق مثلما فعل محمد نجيب لما أيضا عزل ولم يقاوم وأيضا الرئيس المعزول مبارك أيضا ماذا لو فعل هذا أعتقد كانت حالة حق إنسان في مصر تغيرت كثيرا وما كانش هيبقى فيه اللجوء للعنف أو استخدام للقوة وإفراط وكانت حالة حق إنسان تقدم أكثر من ذلك في ظل الأجواء دي كلها ما شاء الله ناخد حق إنسان لكن في ظل هذه الأجواء كلها بتتأثر حالة حق إنسان سلم لكن في المقابل الحضارة الإنسانية بصفة عامة الأديان السموية كلها راعت هذه الحقوق وحضت عليها وحضت وحرس عليها في أدق الظروف سيدنا محمد رحمة الله السلام كان إحنا ما يرسل الغزاء إلى البلاد يقول لهم إيه لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا إبراع ولا تحرقوا بيتا ولا تقطعوا شجرا في ظل حالة الحرب شو الوصية دي المسيح عليه السلام وصائل عشرة تجذب لا تقتل لا تزني لا لا كل هذا كل حضارة الإنسان بتاعتنا لا تلق لا تلقو اسماء النهر مثلا كحق من حول إنسان كل ده إحنا عايزين عايزين نعمل مرجعية للدستور الدستور المصري خلاص أقر ويعني بقى مفاعل خلاص وفيه بنوت كثيرة جدا ومميد كثير جدا في الدستور المصري بتراعي وبتحافظ وبتكفل حقوق الإنسان في جميع النواحي حق الحرية حق الحقوق لله حتى حق المعيشة وحق العمل وكل الحقوق دي إزاي نقدر نفعل الدستور ده على الأرض الواقع يبقى كل مصري عارف حقه إيه عارف إزاي يدفع عنه ويفعل فعلا هرجع لمقولة سيدنا عصمار ابن عفان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن القرآن موجود في كل بيت من بيوتنا محنش بيعمل بي يعني قليل من يعمل بتعليم ويلتزم كجزء من حول الإنسان موجودة في الأديان لكن الدستور يحتاج إلى من يطبقه ومن يمارسه بشكل صحيح على الأرض في مواد كويسة جدا في الدستور 2012 رائعة بالنسبة للحريات تحديدا دستور 2014 شاهد تقدم نسبي عن دستور 2012 خاصة في باب الحقوق والحريات لكن يبقى هذا الباب معطلا إلى الآن يعني على سبيل المثال كيف يفعل من جانب المصريين نفسه يعني المواطن إزاي هو اللي يدفع إن ما نرجعش لأي حالات من حالات الانتهاكيات سابقة ونطلع لقدام إزاي المواطن هو اللي يمنع ده مش هقدر أخاطب المواطن المعنى بتطبيق النصوص الدستورية هي السلطة إذا علينا جهتين اللي هي جهة مثلا وزارة الداخلية والقضاء مثلا هندي مثل توضيحي المادة 52 من الدستور اللي بتلزم ضابط الشرطة أن يعلن المتهم اللي بيقبض عليه بسبب القب ويمكنه من اتصال بمحاميه وبزاوية ده لا يحدث ولا يطبق ولا يطبق في مصر شوفي بقى أنا هضرب مثل برضو في النرويج مثلا عندنا محامزة منا ده يخل يستعلم عن محضر ضابط تأخر تأخر فقط في إبلاغه عن سبب القب راح المحامي اشتكى الضابط الضابط نقل من الاسم لأنه بس تأخر في الرد على المحامي عشان يقول له أنا قابل عليه بسبب كذا شوف الناس وصلت لإيه هناك بره قدرت الإنسان وقدرت حريته ووصلت إلى إلى مرحلة متقدمة جدا فده اللي احنا محتاجينه هنا تاني احنا جاء النفسينا نرجع نفعل حتى على الأقل نفعل الدستور ده والناس تعرفين أنا جالي في حقيقة رسالة عجبتني جدا الحقيقة من حد متابع للبرنامج وقال أنه هو بيطالب أن الدستور المصري يتم تدريسه في المدارس أنا أعتقد أنه ده اقتراح رائع جدا وأنا بطالب الحقيقة المسؤولين في مصر والإدارة المصرية أنهما فعلا يفعلوا ده الدستور المصري لازم يدرس في المدارس لازم الناس كلها تبقى عارفة حقوقها لو أنتم مهتمين للناس تكون فعلا عارفة حقوقها وعارفة كمان واجباتها يا حقوق وواجبات لو اتدرس فعلا الدستور المصري في المدارس أعتقد أن في حاجات كتير جدا هتختلف في حياتنا أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أسعد هيكل المحامي الحقوقي وكده خلاص خلصت فقراتنا النهاردة فنهارك سعيد لكن بكرة يوم جديد وفريق عمل جديد